السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه وحشتوني جدا النهاردة هجاوب على سؤال مهم تسألت فيه كتير جدا وهو ينفع اكتب البحث بتاعي بالتليفون بالموبايل اه ينفع تكتب بالموبايل خليك معي كل حاجة هتعرفها بالفيديو ده عشان اكتب البحث بتاعي بالموبايل انا محتاج بعض الادوات تفضل لازم تكون معي اول اداة هستخدمها هي اداة الوفيس اللي هفتح الورد عليه وهبدأ اسجل البحث بتاعي فده اجيبه ازاي بقم فاتح جوجل بلاي تمام اللي هو المتجر اللي باجيب منه البرامج وقم دايس عليه واكتب ويبس برنامج كده اسمه ايه اسمه ويبس ديابليو بي اس اوفيس تمام اه ويبس اوفيس كتبتم تم عامل ايه سيرش عليه فانزلني البرنامج انا عشان محمله قبل كده عشان بستخدمه كتير وعملت عليه ابحاث كتير او بشتغل عليه يعني موجود معي دلوقت فقم دايس فتح تمام كده برنامج بتاعي اتفتح تمام مفتوح عادي جدا اقدر اجيب منه الحاجات اللي انا محتاجة تمام تمام هننزل تحت كده اسفل القناة هنلاقي الروابط بتاعة الابحاث اللي هي الاوالب اللي انا هكتب فيها تمام فقم دايس على القالب اللي موجود او اللينك او الرابط اللي معمول باللازرق اللي اسفل القناة ده اقم دايس عليه هتلاقي كل المراحل بتاعة الابحاث من اول تلتة ابتداء لغاية تلتة عدادة موجودة اقم فتح اللينك ده هيظهر لهو تحميل اوالب الابحاث فقم دايس على الرابط اللي موجود اسفل القناة تمام هيظهر لي كل الاوالب ان انا ممكن احتاجها في الابحاث والكل المراحل المتاحة تمام هشوف المرحلة اللي انا عايزها وابدأ اعمل لها تحميل ادي من اول قولة عدادي تانية عدادي تلتة عدادي وكل بحث لقالب مخصوص ودي رابعة ودي خمسة هتلاقي كل الابحاث موجودة كل اللي بعمله بادوسها واختار القالب ان انا عايزه وامدايس عليه تحميل تمام اهو ظهر لي قدامي البحث بالطريقة دي هبدأ بعد كده عايز اعدر عليه عشان اكتب فيه الوردة عشان اكتب فيه البحث بتاعي خليك معايا ياريت قبل ما نكمل ننزل تحت انه برضو هتلاقي فيه زرار اسم مشترك هندوس عليه اشتراك او لو اوش عايز تتعب نفسك على الشاشة نفسها كده على اليمين هتلاقي فيه زرار كده صغير موجود على الشاشة اسم مشترك دوس عليه هيظهر لك اه اشتراك القناة سبسكرايب وياريت لايك وشير عشان كل ما هو جديد ونقدر يوصل لك ونقدر نفيد اكتر عدد من الناس تمام انا عملت كل الخطوات اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي فانا اخترت مسلا نموذج هتطبع عليه هو نموذج مشروع الثالث اللي هو مشروع البيئة للصف الاول الاعدادي جالي النموذج بادوس عليه بيبدأ يظهر لي اضافة نص فابدأ اسجل عليه عادي خالص اكنك اه فاتح الورد تمام فانا اول حاجة بعملها بكتب عنوان الموضوع فاحنا خدنا موضوع البيئة او امدايس كده هو وابدأ اغير البيئة تمام انا كتبت كده عن عنوان بتاع الموضوع متاعي الخطوة اللي بعد كده بكتب الرقم التعريف امدايس عند المربع بتاع الرقم التعريفي وابدأ اكتب الرقم التعريفي الخاص بي اللي هو الكود ليه هنا عامل خمس كان اخانات عشان ممكن يشترك اكتر يعني عدد من لو مسلا اعدادي هيبقى تلاتة بس اه لو ابتدائي هيبقى فيه خمسة ممكن يشتركه او لو عايز تكتب لوحدك هيبقى عادي جدا فانا هاختار اكتب لوحده اهو فانا اكتب الرقم التعريفي بتاعي اي رقم يعني الرقم ده فيك مش حقيقي فهكتب اي رقم خلاص كنا انا سجلت الرقم التعريف هبدأ اكتب مقدمة المقدمة دي ازاي ما قلنا قبل كده فيديوهات كتير ما هي الا اه تلخيص للموضوع بتاعي مش هكتب بقى مما لا شك فيه والكلام بتاع الموضوع التعبير لا يعني نكتب تلخيص للموضوع بتاعي طبعا كل قالب هتلاقي فيه اه الشروب بتاعه البحث يعني يعني هتلاقي المقدمة من سبعين لتمائين كلمة الموضوع من سبعمية تونمية كلمة اه عبارات باللغة الانجليزية من 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 ربعين لستين كلمة كل قالب من الاوالب اللي هتظهر قدامك هتلاقي فيها الحاجات اللي انت ما اعيزها. فموضوع المقدمة هو هنكتب مثلا بسم الله موضوعنا سوف نتناول فيه كل ما يخص البيئة تمام انا مش عايز اطور عشان بردا انا بديكم نموذج الاسيب لكم اللينك بتاع موضوع البحث البيئة ده موجود اسفل القناة تقدر تعمله وتبص عليه بالتفاصيل يعني فانا بديكم كلا ايه نبزة هتلاقي كل حاجة موجودة المقدمة كاتبها كل حاجة موجودة يعني تمام ادي التفاصيل بتاعة موضوع البحث يعني هتلاقي كل قالب ادي المقدمة من سبعين لثمانين كلمة هتلاقي عند كل مربع هتلاقي فيه اللي مطلوب فيه ادي عناصر الموضوع هبدأ اكتب عن الموضوع بتاعي طب الموضوع بتاعي زي ما انا قلت قبل كلا احنا بنفتح صفحة اه اه جوجل عادية جدا زي اللي انا هفتحها دلوقتي كلا اه ادي جوجل بفتح ادي صفحة جوجل لانا هاخد منها البحث بتاعي او هستعين بالمصادر الموجودة احنا قلنا ممكن نستعين بالمصادر الموجودة على المنصة او ممكن نستعين بالمصادر اللي موجودة على اليوتيوب او حتى لو مصدر موجودة على اليوكوبيوكيبيديا او اي موقع الكتروني موجود من المواقع كل اللي بكتبه بانفتح جوجل كلا واكتب بحث او موضوع عن قلبي الموضوع سهل جدا يا جماعي يعني بالموبايل هتلاقي اسهل كمان بالشرح ده هتلاقي اسهل كمان من الحاجات اللي موجودة على اللي هو الورد والكلام ده كله فانا هنفتح مصلا موقع هو اسم موضوع تمام موضوع تعبير عن انبياء احنا عارفين ان البحث ده بيساوي كده موضوع التعبير بتاعنا بس بشكل يعني اكثر جمالا يعني فادي لقيت كلام كتير جدا بيتكلم عن البيئة البيئة بالانجليزية اه هي المجموع لكل العناصر الحية والعناصر الغير حية المحيطة حيث تشمل على الانطقة السلاسة هبدأ اعلم على الحاجات اللي موجودة دي طب ابدأ اعلم عليها ازاي تابع معي هتعرف كل حاجة بالتفصيل لما تيجي تعلم انت هتدوس على كلمة من الكلمات دي او هنختار مثلا اول كلمة وابدأ اعلم عليها هنا كتبلك نسخ مشاركة تحديد الكل لبحث ويب فاحنا بتحديد الكل تمام لاما تعلم باديك عادي جدا نمسح دي تمام اهو علمت او مواخد الحاجات دي نسخ او حتى اول لما دست اظهر لي ايه نسخ او امدايس نسخ وامفاتح الصفحة بتاعتي اللي انا هكتب فيها الموضوع بتاعي او مدايس كده ها هيظهر لي ايه هيظهر لي اضافة نص او مدايس اضافة ايه نص او تمام بعد ما ضفت اضافة نص او مقايل ايه لصق الحاجات اللي انا لسه جايبها جات لي نفس الحاجات اللي موجودة ها تمام طبعا البحث كده شكله مش لذيذي مش منظم هبدأ انا بقى ايه ازبط البحث بتاعها هتنزل تحت كده هتلاقي فيه نمط الحروف فهتلاقي مثلا الحروف ممكن نكبرها كده ها بس لازم اول حاجة لازم تعلم على الحاجات دي فاحنا هندوس تحديد الكل تمام دوس تحديد الكل هبدأ بعد كده اضبط الحروف بتاعتي فانا اخليه غامق شوية وبعد كده هبدأ اكبر الشكل بتاع الحروف فامدايس على ايه بلاس ده اهو كل ما دوس عليه يبدأ يقبل للخط اكتر تمام تمام طبعا هنا عشان الكلام مزنوق فهتلاقي عندك يعني كزا صفحة فانت هتبدأ تاخد الحاجات دي جزء جزء وتبدأ تتكلم فيه تمام خط البحث بتاعي هبدأ اضيف صورتين بيتكلموا عن الموضوع تمام وطبعا احنا بنبدأ الموضوع طبعا اول حاجة بالعناصر المقدمة وبعد كده العناصر وبعد كده بنكتب الموضوع بتاعنا وبعد كده بحط صورتين وادي الموضوع بكتبه هو تمام وبعد كده بكتب النتائج واتفقنا النتائج دي ما هي الا نتيجة العناصر اللي انا كتبتها في اول الموضوع وهسيب لك لينك تحت بشرح اه الفيديو بتاع الموضوع البيئة بالتفصيل عشان بس ايه يعني ما نزودش زيادة على اللزوم هو موجود كده كده للفيديو موجود في القناة. فانا هاسيب لك اللينك بتاعه تحت وهدي بتكتب المصادر بتاعتك اللين ان انت جبت منها في الاخر. كل ده هتلاقي موجود في التفصيل في اللينك اسفل القناة. اه اتمنى ان انا اكون شرحت بشكل بسيط جدا وبشكل جميل جدا اه شرح ازاي اعمل بحث عن طريق الموبايل. طبعا انا بوريكوا تعملوا ازاي بس البحث هتلاقي معمول بشكل اكثر اتقانا في اللينك اسفل القناة. اه تنزل تحت اول لما انخلص الفيديو بس هندوس اشتركوا في القناة. سبسكرايب. اه لايك وشير عشان يوصل لاكتر عدد من الناس. انا في ناس كتير جدا ما بتاعفش استخدم الكمبيوتر بس بتاعف تستخدم الموبايل بيبقى سعلي بالنسبة لها. فانا اه كل حاجات موجودة قدامكم دلوقتي. واي رينك انا اتكلمت فيه هتلاقي موجود تحت اسفل القناة. اتمنى ان انا اكون اوجزت وانجزت وشرحت كل حاجة بالتفصيل. اه كان معكم مستر عبدالرازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.